السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة 1978 وصلت الممرضة النيوزلندية مارجريت فان غيلدر ملسين برفقة صديقتها الاسترالية إليزابيس لمدينة البطرة الأثرية في الأردن بغرض السياحة. هناك كان مضيفهم الشاب البدو محمد عبد الله واللي كان شاب بسيط فئر جدا بيعيش في كهف جبلي في المنطقة الأثرية ولأن الحب إرادة الله سبحانه وتعالى وقصته اللي بيكتبها بين القلوب وقع البدو محمد في حب مارجريت من النظر الأولى وأعجبت جدا بيه. وبعد مرور أيام قليلة اعترفت مارجريت لصديقتها إليزابيس بمدى إعجابها بالشاب البدوي وبشهامته وغضوا البصر عنهم وتفاني في خدمتهم وكمان بيحميهم وما بيطمعش في أموالهم وقالت لها في النهاية إنها بتحبه. اتهمتها إليزابيس بالجلول وإن شعورها تجاه محمد شفقة مش أكتر. في نفس السنة اتجوزت مارجريت من محمد وده بعد ما أغبارت أهلها بنيتها ولطبعا رفضوا تماما بفكرة إنها تتجوز من عربي مسلم وفقير كمان لا يملك أي شيء لكن مارجريت كانت شايفة إن عنده أعظم شيء وهي الأخلاق وإخلاصه ووفاه واحترامه للأنسة كل ده خلها ترمي بكلام الكل عرض الحائط وتتجوزه عاشت معا سبح سنين كاملة في كهف صغير في الجبل وسط حرارة عالية ومعاناة شديدة وده بدون طعام أو ماء أو خدمات زي ما بيعيش بقية البشر إلا أنها كانت بتقول إن الأيام دي كانت الأسعد في حياتها لأنها كانت برفقة شخص بيحبها جدا وبيتفانى لإسعادها بتشعر معاه بصدق سريرته وصفاء قلبه وبساطة الحياة ونقائها في سنة 1985 تدخلت الحكومة الأردنية ونقلت مارجريت وزكها محمد من الكهف المعزول لقرية أم صيحون وكانوا في الوقت يضرب بنا لزاقهم بتلت أطفال هم سلوى ورامي ومروان إلا إنه في سنة 2002 توفى محمد وحزنت عليه حزن جديد ومشدة تعلقها بي وحبها لي أخدت أبنائها ورجعت بهم للبطراء وده عشان تعيش بالقرب من الكهف كهف زوكها اللي عاشوا فيه وبتقول إنها كل ما تحزن كانت تدخل للكهف فتشم ريحة زوكها وتسمع صدى صوته وضحكاته فبيرتح قلبه وفي سنة 2003 كتبت مارجريت رواية أطلقت عليها عنوان أحببته بدويا خلدت فيها قصة حبها من زوكها العظيم حسب وصفها ولما سألوها عن سبب كتابة الرواية قالت وهي مبتسمة خلال سنوات كتيرة كان محمد شاب رائع مالوش شبيه هو زوج اللي حبيته وعندنا ثلاث أولاد عشنا في كهف كان جنة بالنسبة لينا لابد من كتابة القصة عشان يعرف الجميع إن الحب بيكمن في شهامة الرجل وفي سنة 2006 طبعت مارجريت كتابها في لندن واتبع منه 105 ألف نسخة وتمت ترجمته ل14 ألف لغة مختلفة وبسبب إن مارجريت كتبت عن جمال أخلاق البدو وشهامتهم وعن جمال مدينة البطراء فهي كده سهمت في اختيار إلونسكو مدينة البطراء عشان تكون من عجائب الدنيا السبعة بعد تصويت شارك فيه 70 مليون شخص مارجريت قالت إن أبوها وأمها زاروها عدة مرات وانبهروا بالمكان وبسعادتها مع زوجها وإنهم حبوه جدا وعرضوا عليه أموال عشان يساعدوه ولكنه رفض وكمان عرضوا عليه فكرة الصفر معهم عشان يعيش في نيوزيلندا ولكنه رفض أيضا وأصر إنه يحيا في أرضه مع زوجته لو الفيديو البسيط لعجبك اشترك في القناة وما تنسى تضغط لايك عشان الفيديو ينتشر أشكركم وإلى اللقاء